السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع عساكم طيبين يا رب العالمي طبعا لكل من يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويتفاعل على بوست أنزله لما اختار مصابقة العشر قراءات المجانية يعني غير البث تتفاعل تشترك في القناة بإذن الله أختارك في قراءة مجانية لسؤال إن شاء الله تمام عندي الآن عشر قراءات البرحة ما شاء الله سويت لكم بث تقريبا اخترت لكم أكثر من أربعين قراءة يعني كل ما ألاقي فترة أسوي لكم بثوث مباشرة للي ما يحالفها الحظ في البث المباشر يحالفها الحظ إن شاء الله في موضوع يعني لا إله الله محمد رسول الله يحالفها في موضوع العشر قراءات المختارة تمام تفاعل زر الجرس وتشترك في القناة بس عشان يوصلك كل جديد خلينا ندخل في قراءة رقم واحد له قراءة رشيدة بنت عائشة وحافظ ابن عائشة عن الزواج طيب اسمعيني يا رشيدة بنت عائشة عندك زواج إن شاء الله مع حافظ ابن حواء يوجد بينكم النصيب وارتباط لكن أصبري عليه شوي رشيدة بنت عائشة لابد إنك تصبرين على حافظ يريد يتزوج بس قاعد يأخر صح الموضوع بسبب بعض الظروف المادية لكن إن شاء الله من تفرج عليه يتحرك ويتكلم ويتواصل معاك النية موجودة دام النية موجودة في الارتباط فما تخفيش أمورك طيبة إن شاء الله الشخص هذا يريد يستقر ويريد الحلال الطيب في بينكم بعض الاختلافات يا حبيبتي رشيدة من ناحية العمر ومن ناحية العادة والتقاليد هو في مدينة وأنتي في مدينة أخرى في بعض الاختلافات ما أعرفها وش هي بالضبط بس ما هي مشكلة ما هي رح تكون بينكم عراقين بالعكس إن شاء الله أموركم ميسرة 2023 في تحركات وتطورات على صعيد يعني على صعيد الزواج إن شاء الله يتكلم ويتكلم خلاص يتحرك إن شاء الله ننتقل إلى القراءة الثانية لويزة بنت نوارة 41 سنة زواج هل فيه زواج سنة 2023 بيتقدم لك شخص مطلق أربعيني لكن مش كبير عليك يعني أنت عمرك 41 هو عمره تقريبا 43-44 زي كده مطلق وله طفل عنده طفل يمكن عنده بنت أو عنده ولد عنده طفل على العموم يا حبيبتي لويزة بنت نوارة الشخص هذا شغله حلو محترم إنسان خدوم إنسان يتعب عشان يجيب فلوس محترم جدا لويزة بنت نوارة ربي رح يجبر بخاطرك ويعوضك إن شاء الله شخص كيف تتعرفين عليه أو الله شايفه شوفي عن طريق واسطة عن طريق امرأة كبيرة سن عن طريق امرأة كبيرة سن تمام؟ الله يكتب لك الخير يا عمري والله يسعدك وينور دربك إن شاء الله ننتقل إلى القراءة الثالثة بسمة بنت سالمة إيش القادم في طريق بسمة بنت سالمة والله يشوفي أنت القادم في طريقك تتكلمين عن الارتباط بس اللي طلع لي هنا السفر يا أم تسافرين عن طريق زوج وإلا تسافرين أول شي عشان شغل ثم تلتقين برجل أحلامك الزواج شوي لسا بياخذ وقت يا حبيبتي موضوع الزواج ياخذ بعض الوقت لأنه عندك التزامات أو أشياء ثانية يعني بسمة بنت سالمة صح أنك تفكرين في الارتباط لكن أنا شايف الموضوع الارتباط شوي مطول لأنه عندك عمل قبل الارتباط يمكن أنه من خلال ذاك العمل إذا أنت تشتغلين أو على أبواب شغل رح تتعرفين من خلاله على شريك الحياة الآن مني شايفة شي يعني عرفتي 2023 الستة شهور الأولى الأمور طبيعية ما فيها شي رسمي لكن يمكن على الستة شهور الأخيرة يبتدي عندك تطورات إن شاء الله يا بسمة فدعواتك تدعين الله سبحانه وتعالى تطلعين صدقات لعل الله يفرجها عليك في عندك بعض التعطيلات من ناحية العمل القسمة وفتحها لكن ما أدري داومي على صورة البقرة للمدة 41 يوم لعل الله يفرج عليك إن شاء الله يا حبيبتي أم الخير بنت حورة وسليمان بن لويزة هل في بينكم رجوع أو لا؟ نعم في بينكم رجوع إن شاء الله في بينكم رجوع لكن في بينكم بلوكات حاليا لكن الرجعة بإذن الله موجودة بعد وقتين قريبة بعد يومين أو أسبوعين ماكسيمم أو في غضون العشرين يوم راجع لك شخص هذا يحبك لكنه قاعد يكابر في بينكم بلوكات إن شاء الله بتروح إن شاء الله لا يكتب لكم الخير مشاعرة وجاهك صادقة لكنه متذبذب من ناحية الارتباط شوي كده ممور الارتباط ما هي واضحة عنده أو ما يفكر فيها حاليا بسبب أولويات أخرى الرجوع موجود لا تتكلمين معاه خليه يتصل عليك خليه يكلمك خليه يبادر بالرجوع لا تكلمين ولا تسوين أي حركة تغيظه أو تستفزه إن شاء الله بإذن الله راجع لك يا أم الخير بنت حورة بإذن الله والله يكتب لكم الخير إن شاء الله حنان بنت سميرة لوليد ابن نادي عن الزواج حنان بنت سميرة لوليد ابن نادي عن الزواج إن شاء الله في بينكم زواج واستقرار خارج البلد أو عندكم خارج المحافظة اللي أنتم تسكنون فيها الشخص هذا يبغى أنه يتزوج ويبغى أنه يستقر حاليا صح أنه الفترة الأخيرة كان مبتعدة عليك كان فيه أون وأوف بينكم كان فيه عدم استقرار في الموضوع تحسينه متذبذب مرات تحسينه جاد ومرات تحسينه يلعب موضوع الزواج تحسينه شوي كده يعني متذبذب من ناحيته لكن أنا شايف الشخص هذا أوكي مزاجي طبيعته مزاجية لكنه إنسان محترم ونواياه طيبة ويبغى يتزوج فما تخفيش يعني داما أن النوايا طيبة ونية هالزواج منك كل الثانويات محلولة تبريها كل الثانويات بتنحل المشاكل والأمور وكل شيء شخص هذا يفكر في الزواج لكن إن شاء الله في كذلك يستنى شيء عشان يجي يكلمك يستنى شيء عشان يجي بدرت موضوع الزواج يحس يده فاضية شوي هالفترة أو ربما الظروف المادية لا تسمح أنه يتقدم لك لكن داما النية موجودة يا حبيبتي الله يكتب لكم الخير إن شاء الله تمام طيب رفيقة بنت خديجة كيف تتعرف عن زوجي رفيقة بنت خديجة كيف تتعرف عن زوجي طيب عن طريق نفسك يا حبيبتي عن طريق سوشيال ميديا رفيقة بنت خديجة بتتعرفين على زوجك عن طريق سوشيال ميديا عن طريق نفسك بإذن الله شخص محترم أكبر منك بسبعة أو ست سنوات وانسان محترم جدا من نفس بلدك ترى ما في فروقات كثيرة من نفس بلدك يمكن محافظة اخرى لكنه من نفس بلدك ما في فرق في العادات والتقاليد الامور طيبة ان شاء الله انسان محترم اعزب حلو جميل في شي كده بيكون سريع ان شاء الله تمام يعني موضوع الارتباط بيكون بشكل سريع يمكن على بداية سنة 2023 تتعرفين على هذا الشخص ويكتب لكم شهر سبعة نصيب في الارتباط والخطوبة ان شاء الله يا حبيبتي والله يكتب لك الخير ان شاء الله اوكي انتقل الى هند بنت صايمة هند بنت صايمة اوكي هند بنت صايمة عن الزواج سنة 2023 ان شاء الله في عندك ارتباط باذن الله في غضون عندك شهر اثنين وشهر ثلاثة واربعة وستة اثنين وثلاثة واربعة وستة اشهر مبارك عليك من ناحية الحب تمام في عندك ارتباط عن طريق عن طريق صدفة بتجمعك انت وهذا الشخص ما بقول لك سنة 2023 فيها زواج لكن فيها ارتباط فيها حب فيها استقرار عاطفي فيها الطلوع من الوحدة الشخص اللي بيتقدم لك بيكون جاد لكن في نفس الوقت لابد انكم بتتعرفون على بعض اكثر هند بنت صايمة عندك التسرع في العاطفة وفي المحبة يعني من تحبين او من دخلين احد لحياتك ترمي قلبك وتعطيه هدية الرجاء صوني نفسك يعني لا تعطين قلبك الاحد حاولي انك تتريتي هالمرة لا تغلطين اغلاط الماضي شخص هذا اللي بتتعرفين عليه حطيه في اختبارات سوي اشياء عشان يعني تفقين فيه اكثر تدخلين في مرحلة الحب ثم موضوع الزواج شوي ياخذ فترة الين ما يتم الموضوع ان شاء الله يمكن على اخر سنة 2023 بدايتها يوجد حب وارتباط عاطفي بالاساس تمام انتقل الى القراءة الاخرى سارة سارة بنت حضرية سارة بنت حضرية عن الزواج والعمل عن الزواج اوكي العمل شوي عندك وقف الحال يا حبيبتي يعني الامور ما هي قاعدة تمشي كويس العمل يمكن تبحثين عن عمل دورين عن عمل تحاولي انك تلاقي عمل كويس ما لقيتي ما لك حضوط في العمل لكن ربي رح يفرجها عليك ان شاء الله في عندك خيرة اول شي انا شايف الزواج قبل العمل ما عرف ليش يعني سارة بنت حضرية في عندك الان الزواج ثم العمل او يمكن يكونون مع بعض بس اغلبها الزواج والتعرف اقرب من العمل يمكن انك بعد الزواج يمكن انك تلاقي شغل كويس اه شغل محترم او انه اصلا اصلا سبحان الله اه في شي يعني يمكن انك تلاقي تلاقي شريك حياتك من خلال العمل والله اعلم لكن سارة بنت حضرية شوفي العمل شوي كده بياخد وقت طويل جدا صراحة ما رجتي عمل يليق بك وبمقامك او بمستوك التعليمي اما الزواج انا شايفة في عندك ارتباط قريب جدا يعني اقرب من العمل شايفة تمام فغضون الاربع شهور هذه فغضون الاربع شهور هذه باذن الله نشوفك مرتبطة بشخص جديد اكبر منك باربع سنوات كذلك ويدخل حياتك تاريخ شهر اربعة او بعد اربعة شهور ياما شهر ثلاثة او شهر اربعة فالله يكتب لك الخير ان شاء الله يا حبيبتي تمام العمل لسه صراحة انا شايف العمل شوي فيه ما عندك وقف الحال يعني العمل شوي متأخر يعني لو ينفك عليك وقف الحال هذا يمكن انه اشوفك تشتغلين لكن ان شاء الله باذن الله الشخص اللي بيتقدم لك ظروفها المادية رح تساعدك انه تنتعشين يعني من ناحية المال والمادة الان في صعوبة في الفلوس صراحة تمام الله يكتب لك الخير ان شاء الله طيب اوكي خلينا اشوف ناخد غالب غالب ابن فريال وهيا هل في بينهم رجوع اه في بينكم مشكلة سحر تفريق او مشكلة اه انتم انتم ما فصلتم بطريقة سهلة كان في كتير عندكم مشاكل وكان في اشياء كثيرة اه في طرف ثالث متدخل في زواجكم يا حبيبتي غالب ابن فريال يحبك وانتي تحبيه لكن مجبورين انكم يصير بينكم هذا الشي الطلاق او الانفصال او عرفتي مني يروح حالكم الشي هذا باذن الله ترجع حياتكم انتم مشحونين بطاقة سلبية او بسحر شخص هذا يحبك اه يفتكرك يريدك في حياته لكن الان شايفة في اه مشكلة عوارض تمنعكم من انكم تكونون مع بعض مع الاسف اه الطلاق هل فيه بينكم رجوع الرجوع ما يروح الا لما يتم اه علاج سحر التفريق اللي بينكم انتم عندكم مشكلة تحبون بعض بس المشكلة هي السحر الموجود عليكم يخلي حياتكم ما هي اوكي تمام يخليكم مطلقين وتقعدون مطلقين دام ما عالشوا نفسكم تقعدون على هذه الحالة فالله يكتب لكم الخير ان شاء الله يعني موضوع شوي صعب بالنسبة الغالب ابن فريال وهيا تعبانين وتحبون بعض لكن ما بليت حيلة فضيلة ننتقل الى القراءة الاخرى فضيلة بنت حنيفة عن الزواج اوكي عندك رجعة من الماضي عندك طاليق بيرجع لك يا عمري بس انتي تريدين الجديد انتي ما ترجعين للقديم صح? انتي يعني مقرر هذا الشي انا ما ارجع للقديم يا امسك طيب عندك شخص قديم باقي لازقك يعني مش راضي يروح من حياتك قاعد يراقبك او ربما يهددك شوفي فضيلة بنت حنيفة او يمكن اذا ما الشيء هذا ما صار يمكن انه لما ترططين طاليقك يعني يمسك وجهك ما يسيبك الله ياخذ كل الناس الظالمة يا رب بس خلينا نقول لك فضيلة بنت حنيفة عندك شخص جديد في حياتك بيكون اكبر منك باذن الله بخمس سنوات مطلق وليس له اطفال يتقدم لك في غضون الخمس شهور هذي الجاية باذن الله السميع العليم عن طريقة واسطة تتعرفين عليه عن طريق واسطة واسطة امرأة واسطة صديقة واسطة من العائلة تمام فيا رب يكتب لك الخير ان شاء الله ويعطيك العوض الجميل بإذن الله انسان هذا انسان كويس محترم وطلق لكن لكنه كويس تمام بس طريقك شو في له صرفة لانه بيمسك وجهك حطيه لحدود من الحين او انك في عندك زواج ثاني على العموم عندك زواج ثاني متى الزواج سنة 2023 عندك زواج ان شاء الله وارتباط لا يكتب لك الخير يا عمري والله يسهل امورك ان شاء الله خلصت العشر قراءات اللي اخترتها في الباست اللي نزلته اللي يريد يعني يشترك في القناة واللي يريد انه يتفاعل باذن الله يتم اختيار تعليقة الرجاء اللي اختاره خلاص ما يعيد يجيني في البث ولا اريد اشوف نفس السؤال اذا تريد انك تسوي شي ثاني غير سؤالك على الاقل عشان ما انا امل وما حتى الناس يعني تقولوا ايش فيهم ترى في ناس تختاريهم اكثر من المرة الله يسعدكم اللي اخترتها تحترم نفسها وخلاص ينتهي الموضوع كذلك اللي يريد يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويكون متفاعل في القناة اختاره حتى اشوف حتى انا من اشوف كومنت كده سبحان الله اقول انتي بختارك كده بطريقة مفاجئة حتى بدون مصابقة اشوف الكومنت اشوف تفاعلها اختارها اما اللي يريد يحجز قراءة خاصة هناك خصم فقط على ال vip اوكي خصم على ال vip vip كل ناس تقريبا تحجز ال vip فانا مسوي عليها خصم 30% وكذلك يعني اش كمان بس هذا هو فاشتركوا بالقناة وان شاء الله بيختاركم لسه باقي مصابقات جديدة لسه باقي بثوث يعني قبل ما اسافر ابغى انه اسوي لكم اشياء كتيرة والله شوفوا دعواتكم وكلامكم الحلو احسن من اي شي واحسن من فلوس واحسن من اي شي ما تعرفون دعواتكم قد ايش اتأثر فيها وقد ايش تخليني احب الحياة واحب شغلي واحب الطاقة الايجابية اللي انا اعطيكم اياها ترى الطاقة مستمدة من الله سبحانه وتعالى ومستمدة منكم كذلك من كلامكم من دعواتكم الله يسر